في تصريحات حصرية لقناة اساسي كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي عن الاسباب وراء الهزيمة امام فلومنينسي في نصف نهائي كأس العالم للاندية اكد الشناوي ان اداء فريقه كان جيدا وان اللعبين لم يقصروا مشيرا الى انهم كانوا قريبين جدا من التأهل وفي تحليله للمباراة اوضح الشناوي ان الفريق اهضر العديد من الفرص خلال الشوطين مشيرا الى ان التوفيق لم يكن في صالحهم وشدد على ان ركلة الجزاء كانت نقطة التحول في المباراة حيث اثرت على سير اللقاء ودفعت الفريق للاندفاع نحو الهجوم مما ساهم في تلقيهم هدفا ثانيا واعرب الحارس البارع عن اسفه لعدم رضا الجماهير التي قدمت دعما رائعا طوال مشوار البطولة مؤكدا انهم يتطلعون لدعمها في مباراتهم على المركز الثالث والمنافسة على الميدالية البرونسية وختم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على استمرار انتظار دعم الجماهير في المرحلة القادمة واوضح الشناوي ان ركلة الجزاء كانت نقطة التحول في المباراة حيث اثرت على سير اللقاء ودفعت الفريق للاندفاع نحو الهجوم مما ساهم في تلقيهم هدفا ثانيا وعبر عن اسفه لعدم رضا الجماهير التي قدمت دعما رائعا طوال مشوار البطولة مؤكدا انهم يتطلعون لدعمها في مباراتهم على المركز الثالث والمنافسة على الميدالية البرونسية وفي ختام تصريحاته اكد الشناوي استمرار انتظار دعم الجماهير في المرحلة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة